دون ناسي دون ناسي يا يوسف بي ايه؟ استغرب اني عارف اسمك؟ لا المهم ما عارف اسم اللي انت قتلته كان اسمه أكرم كان لسه خطب جديد لا عمره يازى حد ولا استعوى على حد كل الحكاية انت خلصت عمره بدري بدري عشانه ويفي طريقك الله يرحمه ما سألتش نفسك سؤال واحد انا ايه اللي يخلينها تلوك؟ عشان كنا هنقبض عليك متلبس بالبضاعة متلبس بايه؟ انا مكانش معايا حاجة العربية دي كان كلها عفش وبس عفش؟ وانت بتاجر في العفش برضا زكريابي؟ انا بتاجر في كل حاجة وانت العطارين معروف عنها انها بتاجر في كل حاجة انت مش شايف غير اللي انت عايز تشوفه اوما انا صح انت مش شايف غير اللي عايزين هما يخلوك تشوفه احنا تلعب بينا لعبة اللعبة خلتنا في الاخر نوقف قصة بعض بدل ما تدور علي دور على اللي حطنا في اللعبة دي طب اسمعها زكريا انا اللولة تقرير الطب الشرعي انا مكنت شاعدت معك العادة دي وكنت خلصت عليك من بره بره على طول بس تقرير بيقول ان الطلقة جات من سلح غير سلاحك فديك سمعت يبقى انا مليش دعو بالطلقة انا لما رفعت سلاحي رفعت سلاحي عشان ادافع عن زميلك وقل لي يثبت لي انه مش حد من رجالتك وانا رجالتي هتعمل كده ليه باشا احنا كان كل اللي همينا ساعتها اللي احنا نخلص الوقف اللي كنا وقفينها ونتكل على الله غير كده ما كانش لنا فيه طب اسمع زكريا انا شايف ان انت هتنزل معاك قاهرة واناك نحلل موضوع ده مع بعض محدش هناك هيسمع اللي انا بقوله ولا حد هيسمعلك ولا انت هتعرف تساعدني هناك يوسف بيه سيبها ماشية زي ما هي ماشية لغاية ما تشوف اخيرها ايه خد وجبك عشان تلحق القطر وانا مش هينفع صيبك في زكريا بزيله اسلح ما اعتقدش ان يوسف بيه هيقبض على حده ومتأكد انه بريئا وصلوا الباشا لغاية القطر انا اسفة قوي قوي يا فارسي ما اقولك يا سار انا عمري مستنيت حرمة في حياتي تخرت ليه اسلنا بس اخد نفسي بص يا سيد انا كان عندي شغل نهاردة كتير قوي ولسا مخلص ايضبك من نص سيحة والعربية كملت علي وعملتها معايا انا اجاعد الواحدة كل ده انا اتعاكس والناس تبصلي واجاعد الواحدة ما قام ليه بصراحة اصلك متشاك كده يعني ومبسوط في حاجة ولا ايه بصراحة اه كلية حاجة عند واحد وخدته هاهاهاهاهاهاهاهاهاه تب ايه اللي بيدحك دلوقت بقولك كالية حاجة عند واحد وخدته ايه مظاهر اضحك في الجملة على فكرة انا ما بتحكش على كده خالص انا بتحك على شكلك اصلك متشاهد كدة كأنك رايح تتقدم لعروسه عروسة ايه بادب vill suitcase لو مش عاج بكوشكلي ولا لبسي ايه نجج備 البعدي السلام عليكم فارس وعد في ايه جافشت بصراحة خلاص يدعي ل claw tendencies بشكلك تزعلت صح؟ ما تضربيني بالجفح يا عهم خلاص بقى حاس على الحك ايه رأيك الجد؟ مم تصلحين ايه؟ كيف؟ لا انت فهمت غلط خالص على فكرة انا قصدي يعني انا لهتشيل العزومة النهارده الجد دي ايه المفاجئة الجميلة دي؟ انت اللي اعتعزميني ممممممممممممممممم وهتوكليني لا انا ما قلتش قطل خالص انا قلت يعني اعزمك على كوبات شاي قهوة كان زاية كان زاية تصدّج بالله، أنا لو كان زايا ما أرضيش تشربيني أجع في السكة على طول بتغسر طب أنا عندي فكرة، بصراحة أنا مش مرتاحة للمكان ده ما تيجي كده نعمل حاجة جديدة، نتمشى مثلاً نروح على الكورنيش ونأكل ترمص الله، صدّق نفسي في كده ونشرب حلبسة ونأكل بطاطا يا بوي على الحاجات الحلوة عرفت يا فارس، أنا عمري لمشيت مع أحد على الكورنيش جاد؟ أو الله وجاد تحجج أحلامك معايا طب إيه رأيك بقى يا ابن الزوات يا متشيك إنت كده بقى؟ أوديك وسط البلد ونقعد في التكعيب ونشرب شاي وأكلك عند سامح بسامح مين؟ إيه ده؟ في حد في مصر ما يعرفش سامح؟ أنا فارس ما يعرفش سامح إيه؟ عرفت على بعض النهاردة بص بقى يا سيدي، انت تسيبني نفسك خالص النهاردة حوارك الدنيا بشكل تاني خالص بصراحة يا سارة أنا انسعت معرفتك وأنا شفت الدنيا بشكل تاني خالص وحسس كده حاجاتي يعني ما حستهاش قبلك ده معرفش ده اسمه إيه يعني؟ أنا هسيبلك نفس يا ستة وأغمد عيني وتمسك يدي ووديني عند سامح عند أبو سامح، يعني أي حاجة أنت عايزيها مجد؟ مجد؟ طب يب، عرفي حزوم؟ أنا ممكن لموت خلقين؟ أنت متأكد أن المخازن دي فيها سلاح حشم الدهبي كله؟ طبعا يا زكريا بيه، بس ما عرفش إذا كان فيها السلاح اللي خدوا منيكم ولا لا بس اللي عرفوا صح، إن فيها ثلاث أضعاف أي شحنة كان ممكن ياخدها من العطارين وأنا ما بجيت الشغالة عند حد ده الواضح والسلاح بيحموا عيلتنا، وعيلتنا وعيلتكم بجواحد، وأحنا في ظهركم احنا محتاجين السلاح ده يا معتصم بالليل هتشوف بنفسك؟ لو كلامك ده صح، حابق بديون ليكم برقابتي طول العمر ربنا يديم المعروف يا زكريا بيه، جاهز نفسك أنت هروح لبنت الملكومة دي، ما عايز أنيش أخش عليها سياس يا معتصم، بالليزني يا بيه شكل رجوعنا القصر قرب قوين ما؟ ما خايفش يا أولدي أنه لو جوم هتاجي؟ هتاجي، عشانك ده لازم بأسرع وقت نخلص خلاص حاببتي، مش تجوزتي؟ روحيلوا بقى، إيه اللي معادك عندي؟ اطلعوا علي بيت جوزك بتجوزي فيني يا فتحي، ما أنت عارف كويس قوي اللي حصل في القصر؟ طرحيلوا فيلا مراد بيه، ما وخلاص، حضرتك بيتي حرم زكريا العبطار واللي في باطنك ده ابن العبطار، أكلك وأنا ليه؟ يا لهوي، مستغسر اللقمة في بنتك، هو أنت بقيت كده من إمتى؟ من زمان، من ساعة معصطيني، وما بتسمعيش كلامي، أه لو سمعت كلامي؟ ما تأثر يا فتحي، عايز إيه كده من الآخر؟ عايز مصلحتي، والحسن الحظ، مصلحتي هي مصلحتك عايزك تقربي من حماتك، وترعيها، وتشوفيها عايز أي حاجة حماتك وقعت النهاردة، وهي في المستشفى دلوقت، فودل 200 جنيه دول، هتلع شوكولاتة، يلا، يلا ما تتأخريش، إبقات الباقي لا، نأكل الطبق ده الأول، بعدين أشغلك اللي نفسك فيه هيكون خلاص يا طانت ممكن أطلب منك طلب؟ لما نكون لحالنا، ممكن تقول لي لي يا ماما؟ زي ماما هايدي كي؟ آه، زي ماما هايدي مش يا طانت يا إيه؟ يا ماما عشان الكلمة الحلوة دي عاد هشغلك اللي نفسك فيه وأي حاجة نفسك فيها أعملها لك مهما انكانت آلو، آي عم سليم؟ الحالة اللي وصلنانا دلوقتي، ناتيجة الإهمال يمرض باشا، كان مفروضنا أتابع معاي دايما هي لها فترة كبيرة بيجيش، واضح أنها جهدت نفسها في فترة اللي فاتت أنا بناعينها على هي فيه، حاول تصعدوها، وخلوها ما تنساش الأنان ده نص الطريق اللي شايفة إن شاء الله ليه؟ هي عندها إيه؟ لوكيميا، قصف الدم خلاص يا دكتور محتعرفين، شكرا عن إذنكم، قبل بتسألي ليه؟ زي ما أنت بتسألي، ما أنا كمان مرات ابنها آه، بس أنا مش مرات ابنها بس، أنا بنت أخوها، فهمها؟ كفاية، أنتم مش مقدريني الحال اللي هي فيها ولا إيه؟ شايفة وجودك في حياتنا عمل فينا إيه؟ زكريا في المصيبة، والله أعلم هترسي على إيه؟ وعمتي وهعينا في المستشفى إيه؟ عايزة إيه مننا تاني يرحمينا بقى؟ ما قولك إيه؟ أنا قلت لي الكفاية، خلاص يا أيدي يا حسن، أنت حتقعد الكام يوم دول لحد الناس ما تنسى وبعدها هتروح لحد سبيلك ولحد ما يخلصوا الكام يوم، رجلك ما تطلعش برا الدكان ده وإياك تجرب من أهل بيتي شكرا لك شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة